موسيقى موسيقى الأخوة المشاهدين طابت أوقاتكم ونحييكم من جديد في برنامجكم برنامج وسم بيتكم ومكانكم الثاني اللي نسعد دائماً من خلاله بالحديث وياكم عن المواضيع الاجتماعية والمواضيع الشعرية والمواضيع الثقافية ودائماً يتحفنا أبو عبد الله في انتقاء المواضيع الجميلة الجيدة ولا فيها أجمل صراحة من الجلوس بجانب أبو عبد الله مع هذا الجو ماشاء الله الطيب ماشاء الله و هذا المكان الجميل يا أبو عبد الله اللي صراحة يحفزنا على اختيار المواضيع الجميلة ويعطينا صراحة حافز أكثر للحديث المواضيع بكل أريحية رحب فيك أبو عبد الله يا هلو و نقولك ساعة مباركة الله يحفظك ساعة كبرك طال عمرك و أنا سعيد بلقائك و الحوار معاك و أيضاً أرحب بالأخوة و الأخوات المشاهدين و المشاهدات حياكم الله و نسأل الله سبحانه و تعالى أن يبلغنا شهر رمضان المضارك و أن يعيننا فيه على الطاعة و القيام و الصيام و أعمال الخير هو ولي ذلك و القادر عليه و نحن نقترب من شهر رمضان أحب أني أختار موضوعات تتناسب مع متطلبات الحياة الاجتماعية و العبادية أيضاً التي تتناسب مع شهر رمضان أنا اليوم بتكلم على موضوع كيف نستطيع أن نحن نتواصل مع الآخرين الآخر قد يكون معاي في البيت أو قد يكون خارج البيت أو قد يكون زميل في العمل أو إلى آخر يعني ما نتصوره من الآخر كيف نتواصل معاه بشكل ناجح ودي و كيف نخفف على أنفسنا الضغط من التواصل السلبي المؤذي فلأجل ذلك أنا أحببت أني أتكلم عن هذا الموضوع أول قضية لازم نحطها في بان له أننا مهم جداً أصبح من المهم اليوم جداً أننا لابتعد قدر المستطاع عن المستنزفين لأنه فيه هناك نوعين من الناس في الغالب هناك نوعين من الناس النوع الأول هو الشخص المشع المشع شنو؟ المشع اللي يعطيك إيجابية مشع تجد عندها الطيبة تجد عندها المودة تجد عندها الحرص عليك تجد عندها المعلومة يتحفك من معلومة يفيدك تستفيد منها تجد عندها طاقة يعطيك طاقة يعطيك حماس يفتح لك منافذ أمل لما تكون أنت هذا المشع هذا نموذك هذا نوع يا أبو عبد الله والله العظيم هذا الإنسان لا أدري ما أقول لك فعلاً كل واحد مننا يمر في ظروف قد تكون سيئة يحتاج إلى واحد مثل هالنوع اللي أنا قلت لك عنه اللي يسمونه المشع أنه يكون واقف إلى جنبك هذا نوع جميل هذا هناك نوع ثاني وهو نوع المستنزف أنت فيك طاقة وفيك حيوية وهو يأخذ من هذه الطاقة يضعف إمكانياتك يستنزف الطاقة اللي موجودة عندك ودي أتكلم معاك خوي بمطلق عن أنواع هؤلاء المستنزفين لهذه الطاقة من الناس اللي إحنا نتواصل معاهم واحد تقعد معاه ما يمديك تقول سالفتك إلا ويقطع عليك حديثك وما عنده مجال أو فرصة أنه يستمع لك بشكل جيد هذا يسمونه المتحمس المتعجل الممل تقعد أحياناً مع ناس بعض الناس دائماً متعجل ما يعطيك فرصة تكمل حديثك وهو دائماً سبب أنه يقطع حديثك أنك أنت ما تتم حديثك معه وهو مقاعد يفهم لك عدل بشكل جيد توصل مشاعرك وأفكارك بشكل جيد السبب في ذلك هو أنه دائماً متعجل فيقول اللي عنده ويمشي يقطع السؤال فعلاً مشكلة هذه فعلاً زي فيه هناك نوعية أخرى قد نلتقي فيها وما أدري يا أخواني وأخواتي المشاهدين ومشاهدات ما أدري التقوا بهالنوعية أو لا وهو الإنسان الآلي الروتيني الخالي من الشخصية ما عنده شخصية تكلمه في موضوع يقول صدقت تسولف معه ما يبدي لك مشاعر أبداً ما تدري الكلام اللي قلته أنت صح مصح ما عنده شخصية جمود فيها جامد هذه أيضاً إحدى الشخصيات اللي تستنزف طاقتك طاقتك تروح أنت متحمس وعندك فكرة عندك مشروع عندك مقترح عندك قضية هامتك تنتظر ردة فعل ما تلقى فهذا نوع آخر من أنواع المستنزف حلو حين عندنا قلنا نوع عنا بعض الأول المتحمس المتحمس المتعجل اللي ما يعطيك فتشة والثاني والثاني هو الآلي الآلي و أكيد بقى في أصناف أكيد نتعرف عليها إن شاء الله حلنا وإياك أستاذ المشاهدين بعد هذا الفاصل أهلا و سهلا بكم الأخوة المشاهدين الله يحييكم في برنامجكم برنامج وسم بعد هذا الفاصل القصير و ما زال حديثنا مع أخوي أبو عبد الله عن بعض الأنماط و بعض الأنواع في الشخصيات وهناك من يستنزف طاقات الآخرين هناك ناس جامدين وهناك ناس صراحة على قوتهم يقطعوا عن سلفتك و أنت تسولف أي والله وهناك فئة جميلة قالها أبو عبد الله في البداية اللي أنا سميهم صراحة هن قبل يقول فلاني طول العمر الله في ناس الله يبا عبد الله طول العمر الحديث معه ممتع صحيح يجيب لك فايدة ينفعك يخدمك يسمعك ينقلك طال عمرك إلى ثقافات متعددة صحيح فاودنا يبا عبد الله نستكمل الآن الله يرضى ما تبقى من أنماط الله يسلمك و يبارك فيك أنا إلى الآن قاعد أتكلم في محور واحد جميل و يوجد بعض الأنماط للشخصيات اللي يستنزفون مننا الطاقة اللي أنا أتوجه لهؤلاء أن يديرون بالهم على أنفسهم يعدلون من سلوكهم هذا اللي قاعد يأثر و هم ما يشعروني قاعدين يأثرون في محيطهم يأثرون في عيالهم يأثرون في أصدقائهم يأثرون في إخوانهم في ذوي رحمهم في الناس اللي معاهم في العمل إيه قاعدين يأثرون يستنزفون طاقات هؤلاء الناس اللي يحبونهم أصلا منهم الصدى الممل صدى ممل هذا النوع الثالث من المستنزفين أنت تتكلم و يقول لك نعم نعم تزولف معاه يقول لك إيه صدقت بس ما يزيد لا قاعد يرشدك لا قاعد يفيدك بمعلومة لا قاعد يعدل في مقترحك اللي أنت قلته لا قاعد يعني يتفاعل مع أسالفتك اللي أنت تقولها فإذاً هذا نوع ثالث في عاد نوع رابع هذا عاد أقشر الله يكافينا و إياك شرة زين و عسىنا ما نلتقي فيه و عسى الله يعدل و يسنع من أمثال هؤلاء هذا الصنف الرابع وهو الأنا الممل أنت تسولف لأسالفة تقول لها عن تجربتك الخاصة تنتظر مننا رد تفاعل و هو ما يتفاعل معاك و هو ينقل تجربته ما يشوف إلا ذاته ما يشوف إلا نفسه مغرور هذا متروس غرور متروس ثرثرة يعني أناني ثرثار مغرور و أين ما تسولف معاه على طول يجير السالفة إلى تجربته الخاصة يتكلم عن نفسه بعض الناس عندهم قدرة نرجسية خارقة على توجيه أية محادثة نحو أنفسهم هؤلاء هؤلاء مشكلة أصعب نوع نوع صعب جدا هناك شخصية خامسة و هي الشخصية المنتحبة اللي دائماً تذمر ما عنده لا تذمر كثير الشكوى تطلع من عنده سلبي شوف العالم بعيون سوداوية هؤلاء الأنماط اللي أنا قلت لابد أن الواحد يحذر من التعاطي و التعامل مع هؤلاء لأنهم رح يستنزفون طاقته و رح يأثرون على نظرته للحياة و رح يسببون له انزعاج ذاتي ممكن يأثر عليه طول اليوم طول اليوم و أنا أذكر أني مريت في محادثات مع بعض الناس طول اليوم أنا متكدر بسبب الحوار اللي جرى بيني و بين فلان من الناس لما فيه من طاقة سلبية تغلبت حتى على الإيجابية اللي موجودة عندي مدمرة أنا عندي شوية إيجابية في ذاك اليوم لكن حديثه معي كان مليء بالسلبية يعني أجهز على الإيجابية بقية الإيجابية اللي موجودة عندي فأثر عليه في طوال هذا اليوم لهذا نحن ننجح في علاقاتنا الاجتماعية لابد أن أحط في حسباني ثلاث قضايا قضية الأولى إيجاد أرضية مشتركة تكون في أرضية مشتركة يعني علشان شديد العلماء حتى علماء الفقه قالوا إذا ينجحون في قضية شرعية يقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه و يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وجود نقاط مشتركة هذا يسهل العلاقة مثل لما تقعد أخوي بمطلق في مكان معين وتلتقي بشخص ما تعرفه وتسولف معه تكتشف أنه في بينك و بينك قرابة بس من بعيد أو أنه يعرف شخصية أنت تعرفها فأنت تفرح تستانس تبدأ تتعاطى معه قاسم مشترك فيه قاسم مشترك إيجاد القواسم المشتركة من موضوعات من أفكار من مشاريع من تطلعات هذا يسهل النجاح في التواصل مع الآخر قضية الثانية إيجاد لغة مشتركة تقعد مع أثنين مهندسين كهرباء و يتكلمون باللغة الإنجليزية و يبون بعض الإصطلاحات الخاصة مالتهم هذي وين راح أنت ضايع معهم لأن أنت من صاحب تخصص فلما تكون لغة عامة الكل يفهمها و ممكن أنه توصل خيوط ما بين هذا و هذا و هذا و هذا الجماعة كلهم يتفاعلون معك هذه أيضا تساعد على النجاح في العلاقات بعض عيالنا اليوم درسوا بره عندهم لغة إنجليزية حلوة و ممتاز هذه تخليها في إطار العمل هذه تخليها في إطار الموهبة اللي موجودة عندك لكن لا تخليها في إطار العلاقات الاجتماعية لا تتداكع على الآخر بسلسلة من المفردات اللي أنت اكتسبتها سواء كانت إنجليزية أو أي لغة أخرى ممكن قضية أخرى الأخيرة استخدام لغة الجسد بشكل ممكن إحنا من الزمان تكلمنا في موضوع لغة الجسد و هذا من الموضوعات المهمة أحياناً إحنا نقول في النظرة أو في الإشارة أو في الالتفاتة أو في النقر على الطاولة شيء نوصل هاجس أو نوصل مشاعر كلماتنا تعجز عن إصالها الله أكبر فبالتالي ينفر مني لأن أنا قاعد أقول له بالعين كلام نظر الشزر نظر الشزر أو نظرة المتعالي أو أصبع التهديد مع أن أنا ممكن قاعد أقول كلام ودي فنحذر من حركاتنا و إيماءاتنا لأنها قد توصل مشاعر سلبية فهذه جملة شديدة من الأفكار التي تساعدنا على موضوع النجاح في التواصل نحن مقبلين على شهر فضيل البعد الأخلاقي و بعد رحب في شهر رمضان و من آثار العبادة و التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يراعي كلماته و يراعي عباراته و يراعي الجانب الخلوقي عنده و أبرز قضية يحرص عليها و تحرص عليها العبادات هو النجاح في العلاقات و احترام الآخر و إلى آخر من هذه الدروس و العبر الله يقوي كافة عبدالله الله يحفظك كل الشكر لك على الكلمات الطيبة و عرفتنا على أنماط فعلا أننا نلتقي فيها بشكل يومي ولكن ما نعرف التفصيل الدقيق عنها فقوك الله عبدالله و كثر الله خيرك و هذا من جودك علينا أحسنت هذا من طيبك طالعا الله يزالك خيرك إلى هنا الأخوة المشاهدين تنتهي هذه الحلقة و نلتقيكم على أخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر